كلام حلو ضيوف انت يعنا بطبيعة ولكن بداية نحب نعدي الكلمة للكوتش ناديا باشترحها بطريقتها بالشخصية المشهورة لهذا اليوم لك الكلمة ناديا شكرا مرحبا بكم الناس لكم شكرا هو اللي اثبت وجوده بالغرام والاسرار والتحدي نوعات اعماله الطرح هزلي والاداء جدي بالحرافية والدمار اقنع ووصل برشة اسرار للعيشة العائلة والانسان دار لهنا وشعبين في رمضان هو الفنان اللي تحدى الزمان وعطى روح لكل مكان ضيفنا جلال الدين السعدي اللي كيبدأ متعدي يخلي اثر ويعطي الصندق في الصندق مرحبا بيك سي جلال الدين السعدي يعيشك وبيك محلاها الكلام كلام حلو منهم مصدحة بصراحة مرحبا بيك سي جلال يعيشك مرحبا بيك سي خالد المتأخر عن الوقت مرحبا بيك سي خالد المتأخر عن الوقت مرحبا بيك سي خالد اللي جيت بماخر مرحبا بيك مريم وكل تعطيله في اخير ان شاء الله هذا هو صحيح يعيشكم ويجا ويجا ونشوفوا طواء زعم ناس بكري اش قالوا شو قالوا ناس بكري ناس بكري قالوا اللي خاف نجاء سي جلال لله شنو ما رايك زعم اللي خاف بالحق نجاء هو راو نخوف شعور ينتاب كل شخصة بدرجات ميزمش اي ميزمش يكبلو ميزمش يعرقلو وطبعا كما قلت سيادتك بدرجات اللي خاف نجاي واللي تولي تعمل الآن بلوكاج بينك وبين وبين كل ما بيش تقدم له تقول لربما تصير لي في حاجة لربما ما ننجحش لربما تصير لي تعرقي تقول لي تقول لي خلننجي خير يظهر لي الخوف واليعائق هنا ايه يظهر لي الخوف واليعائق والمثال في حد ذاته كي انه سلبي ما هوش ايه ما يخليكش تقدم مصحيح انا شارك عنا عدة امثلة راهي ما هيش لك الكل معنى يزم تصير مراجعتها اكيد ايه احنا الموروث هذا ينتعى الامثلة الشعبية فيها وعليها الحقيقة احنا نحاولوا حتى كان فيها نحاولوا ناخذوا منها وكان عليها كيف كيف ايه سفارة هو الى كونتكست اللي تتقال فيه هالى الجملة هذية اللي ولات محل شاهد من بعد في انا كونتكست صارت بيش بيش ولات العبات تعتمدها بيش تنجأ من الخوف اما يظهر اللي ما كيما قلت الخوف انواع وفما خوف اللي ما تقدملهم فمش علش تتكبر روحك الخوف بصفة عامة معنىها عائق عمره ما كان احافظ بش انه يقدم بالشعب انا خوف رو خوف كبير ايه ما تخيلش ايه والله شو سيلو شو انا خوف كبير اه سي جلال في الدنيا انتي اه خوف انا من اللي انا صغير خوف شمعنيها خوف ساعة بش ما بش نحطوها في اه في اطارها اي 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 او بشو فاصل لك اي او بشو فاصل لك انه انخاف من العقاب انا كنت اه عاقل رايض ما يتقال ليش ياركح ووهفة وهجع وريض ما يتقالوا ليش هذاكم خاطر وين يحطوني نقع ما نقوم الا بالاذن اه تل مو انا تربيت في عائلة اللي الكبار فيها واعرين برشا وعلى قل شي عاقبوا دونك بيني وبروحي قلت انا منوصلش روحي للعقاب اعملت خلقت ما بخوف ديسيبلين معناها كان ما قلت يا ما بيني وبروحي يلزمني ننجأ ريت وقتش دونك كنت نخاف ياسر من العقاب نخاف خاصة من العقاب الجسدي ما نحبش نتضرب ما نحبش اشكوني تنهزر فيها ما نحبش اشكوني كش عليها التاوى ديار ما يظهر لي كين تكلموا بالمعقول وكين فهموا بعضنا واذا كتاوى باش ربيت اولادي معناها ربيتهم بالنقاش وبالحوار ومن مصناش مرحلة الخوف معناها دوك تل ما انا ريت حاجات كيف من هكاية اللي تربى فيها الخوف هذا نوع من انواع الخوف تروحكي لكم بعدها لانواع اخر هي الحاجة البيهية هنا قولي خالي كلمة صغيرة ما ننزمش منقول تحية احترام وتقدير كبيرة ليك سي خالد بالحق على صراحتك الكبيرة وعلى التحدي اللي عملتهم بعد وليه تنسين تخرج للمسرح وتواجه في ناس اللي انتي معناها ما تخافش من عقاب المسرح اللي هو عقاب كبير معناها تخرج بمسرحها قدام الناس وليه الناس نجم تنقدك وتنجم 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 ليه حتى ولو تخاف ولكن تحديت وانجحت وهنا صغير احذرت لك في مسرحها يدار ليهناء وكنت صغير لحقيقة متعربي وكنت معناها مسرحها يهي عظيم شوف كيفش انت كبيرت وانا ما زلت صغير والله هي العظيم ما نزيدش ناخذ كثر كما تحية احترام كبيرة ربي فضلك انتي كتقول نخاف هنا شفت الانسان وقت اللي يعترف بالحاجة اللي عنده انتي هنا ماكش تخاف انتي ما زلت ماشي فيك الديسيبلين وكهو انتي ماكش تخاف الا بخاف اللي انتي ربيت ولادك مش عالطريقة اللي انتي تربيت عليها دونك هنا انتي ماكش تخاف انتي عارب اللي الخوف اللي اللي كان داخلك وردك ديسيبليني هو كالكو بغرأ وعطاك حاجة باها ايه. معناه احنا ما نمشوش لكل الحاجة اعطاك حاجة بي. طبعا طبعا. وخليك وخليك تعاملت مع ولادك خطرك اوفون. معناها اوفون ما كنتش قابلو كل الكل نسميو احنا الصعب. ايه. كان مقلقك نوعا ما. ايه. ولو اني محطك في سكة به يا زي دا. اه ما كانش اه صعب مدروس. نعرف. ما كانش اه صعب متاع اه متاع الشخص يفهمك اه. والجين اقبال. ايه. شنية العواقب متاع الشي اللي انت يقدم عليه. ايه. كان اه كان صعب متاعلى. وكان مفهمتش راهو فما ايقب. ايه. من غير ما تناقشني. معناه هذيك هو. ايه من غير نقاش. سي جاليل انت ترى الميدان الفني يطلب خوف? اه. يطلب خوف? ولا جرأة? لا ما يطلبش خوف نصور. انا بش بش يجيوا بينا و بعد ساعات ننسل ينا كوتش. خنشوفه في نجال الفني. ايه. يطلب خوف وقت اللي. وين يقف الخوف وين يبدأ الخوف? يطلب خوف وقت اللي اه وقت اللي تقدم اه اه اشواط في اه في حياتك الفنية. وتولي تخاف على الكاريير متاعك. اه. هذا نوع اخر من انواع الخوف يظهر لي بالنسبة لي. انا تولي تخاف على الكاريير متاعك. تولي تقيسها. تولي تحسب كل شي تقدمه وتعمله. اه. اه. لانه في الشباب احنا مندفعين. وكلي ما حتى شي ما يخوفنا. ونقوله هات نقدمه وتولي بعد نصلحه. ولكن اه. الى كان غلطنا في شيء. اه. اه. اما في وقت ملقات تولي تقول لا. طوى انا نخاف على الكاريير متاعي. ونخاف على اسمي. وانا. وانا عمري تقدم. ولو كان نعمل زلة في الفن. تنجم. تنجم تقف في حياتي الفنية. اه. هذا في. هذا. اه. 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 اونجروسو موضو. اه. لا. سي جلال هنا هو. اه. هنا ما هوش خوف راهو. كيف نولي ونحكيه على بالكسبرينس. تحكي انتي خطك عملت كسبرينس. دونك تولي حذر. معاتش خايف. اه. اه. وهنا تما فرق. اي. ما بين الخوف والحذر. الحذر المحبب. شوي حد ما يعمل حاجة ما يعدي سيخ من سيخ ما يقوله فيه. الا ما يدرس لحكاية. ولكن الخوف انت راك. كالك بار جاوزت. جاوزتو. لفات تقلي تربيد تولادك بطريقة. وانت على الحوار. لفات اللي تقف رو على الم المسرح. وين تحكي على الخوف. معناه يزمها برشة شجاعة الوقوف على المسرح. معناها اينا نشوف وانوا حكاية اللي يخاف اللي يخاف اللي يخاف اللي يخاف جاة. ملنجموش نحطوها على عند الفنانين. وعند عند عند سيختوه اصحاب المسرح. دونك خليني نتعد. ان هون ينسب. ليه انتي نسبونا الناسب كل واحد عنده رأي وراه. خلني يخذوا رأي. هو ما فهم عبارات برشة سمحني. اي فضل. فهم برشة عبارات. اللي كما قلت لي انت طوح حذر. ا نقولوش حذر. نقولون خاف. اي. برشة عبارات لسقنيها للخوف. اه. فهمة فهمة الخوف الكبير. وفهمة الخوف الصغير متاع. اه. فهمة حاجة تخوفك تهدك. اه. اتهدد لك احياتك. اه. تخوف. وفهمة حاجة اخرى تخوف متاع. اه. والله هي خايف لما تجينيش. اه. ولا خايف لو كان ما تعملش شكل حويجة اللي انا وصلتك عليها. كلمة 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 خايف وكلمة الخوف دي ما معنا دي ما عايشها معنا. والد في الانجاج انتنا. والد في الانجاج انتنا. ايكزاكتما. خاليل. مريم. الحقيقة متاعربي هو مثال مهم عن الاخر. اه. شورتو نحنا توا نعيش و ايشو من بلد عربي بيه. من سيسو هيش برشة مش مشكلة ننطلق من بعيخ. اه. اللي علايش مانشوفوش اليوم انو اللي خاف انجيي نحاولو من بوزيتيفيوها من منطلق اخر. علايش ما يخافش الظالم من انو يظلم مثلا. علايش ما يجيش. علايش ديما نقولو نحنا اللي خاف انجي لازمو يكون هو خاف من حاج هي تخوف بالحق فعلا. علش ما يكونش انسان عنده سلطة ولا انسان في موقع مالي هو ينجم يتحكم في مستقبل انسان يخاف انه هو يظلم الشخص هذيك. ويكون هذا طبعا وحقيقتا برحق يكون اللي يخاف ان جاي. وثم زاد دوزوبتيك كبار على الاخر. وثم من جهة اخرى ثم اللي يقول لك اللي يخاف ان جاي. ينجم يكون هو سيح ان جاي. ولكن ثم انسان اخر خليه خايف ومن جايش. على خطر من وصلوش انه الخوف امتاعنا نحن ساعات مثلا في كلمة. في في راي في موقف في الشارع باش انك تدخل ساعات حتى بالحسنة حتى بكلمة. ثم برشة الناس واللي تتخافي. قل لك انا نجيت وينجم يتبقى عليك المثل وتكون نجيت انتي بالحق. ولكن في جرتك ثم اشخاص اخرين. وشنو الشخص هذيك باي. انتي نجيت وشخص هذيك ينجم يكون خايف ومنجيش. ما تمتعش لا باللولة لا بالثانية. انا اللي نحب نقول اللي هي النسبية في كل شي باي. الخوف راهو بايه وقتيش. باي كيف ما قلت لك في اللوبتيك الولانية انا نخاف من انا ن نسرقوا. انا نخافوا من انا مثلا نسهموا في انا في تدهور مثلا اه الاخليق. ولا في تدهور ظروف معينة. ونحن نعرفوا اللي باش نعملوا الحاجة هذيك ونمشيوا فيها. دونك الخوف يولي بالحق الانسان يقول انا نخاف وننجى هذيك بايا. والخوف الثاني هو كي ما يقول ربي سبحانه حتى في القرين يقول لك ولي تلقوا بايديكم الى التهلك. معناها معناها الانسان ما يهزش روحه للخطر. وبحق ثم حاجات ابرانت. ما يمشي لهومش الانسان كيقول انا مثلا ن خفت ونجيت. هذيك تكون فعلا حقيقة. ولكن اليوم نعيشوا في وسط مجتمع. ونحن اليوم نعيشوا في دول العربية. والدول العربية بصفة عامة هي دول ديكتاتورية. والناس الكل تحبت معناها ماذا بيها تبدل من ناحيتها وتولي ثم اكثر حرية واكثر ديمقراطية. وشوفنا في تونس هنا مثلا خرجنا ولينا في بلاسة خير شوية خلينا نقولوا ما خلطناش في المدينة الفاضلة واحد وكل. ولكن خلطنا خير اللي بارشة بلدين قاعدين يغزرونا. ثم اللي يحسدنا ثم اللي ي يتمنى يكون في بلاستنا. هذيك الكل صار بأنه كسرنا حاجز الخوف. كسرنا حاجز الخوف وما خوفناش وين جينا. شفت الفرق مش اللي خاف نجيه الهني ولا اللي ما خافش نجيه. على خاطر هذيك كانت الحاجة اللي لازم كنتي تعملها. تكسر حاجز الخوف وتتعدى للي تابلين بعضها لي هذيك هي تكون فيها النجاة الفعلية. يعطيك الصحة خليل. مبدع بالعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا فاحب ذكو يبارك لكنت سجيه لك. الخوف هو عبادة قلبي. المثال اللي هو اللي خاف نجيه مثال صحيح. لكن هنا رجعوا في الدين أن نفهم الخوف من الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. كما قال سي جلال ربي يا حفظ أنه كنت نخاف من العقاب. فالإنسان اللي هنا في الدين نرجعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونوا بينه وبين النار مقدار ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيكون أهل النار. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونوا بينه وبين النار مقدار ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. لهن الإنسان اللي خاف يعمل هو الخوف كما نقول التوكل على الله صدق الاعتماد على الله ما الأخذ بالأسباب. ما تقولش أنا متوكل بالله ونحصن الظن بالله وانتي قاعد في دارك وما تخدمش. يزمك تخرج وتسع وتاخو بالأسباب. انت كتخاف تحتاط في نفس الوقت تخاف وتعمل لو خفنا الله وعظمنا الله في القلوب وكان مركز الخوف كبير في أنفسنا لا ما رأينا الظلم في البلدان مثال ترى الظلم اللي واقع اليوم في غازة إن شاء الله رب يرفع عليهم الظلم والحصار وكذا وينصرهم ليعني وما رأينا الإنسان يظلم إنسان لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان موقوف بين يد الله وسيسأل بين يد الله عز وجل عن الكبير وعن الصغير الإنسان شي عمل يعني ولي خاف وقال النبي صلى الله وسلم من خاف أدلش ومن أدلش بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يعني انت كتخافت ولي متعاد شنو معناه تخاف لهنا الخوف مش بشير وبتك ما تعملش تعمل لكن تخاف متعداش حدود الناس متظلمش الناس متجيش تتعاد على حرومات الناس متجيش تفتك متاع الناس عقوق الولدين وقطع سيلة الرحم اللي حكينا عليها وكذا وانتشار سوء الأخلاق للراو فيها إلا من رحم الله منيش لو وضعنا الخوف من الله ومراقبة الله عز وجل لأن مراقبة الله هي اللي تخليك تخاف من الله في نفس الوقت تحب الله وترجو الله لأن الإنسان لما يعبد الله على شكل جناح طائر يخاف ويرجو يخاف من الله كلك أنا غضوة بش نموت وش نقف بين دين ربي عز وجل في نفس الوقت يعمل ويحب الله ويقول لك الله رحيم حنان منان يعني يزمك تخاف الخوف يزم يكون المثال نعم صحيح لكن المثال في الدين الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك وسيدنا علي رضي الله عنه وقال التقوى هي قال الخوف التقوى هي معناها عرفها الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل الإنسان يعلم أن كما قال النبي صلى الله وسلم قال كلكم يعني الإنسان موقوفون بين يد الله والله سيسأل الإنسان وقال الله وما فرطنا في الكتاب من شيء الإنسان كما قال يعني سي جلال ربي يحفظ والحق السي خالي انت اليوم كيشتاقف يخاف يقول لك لأنا نزلنا خاف لأنا نرجع فأنت ما بالك أمام الله عز وجل والله المثل الأعلى ما أعددت للسؤال غدا أمام الله يعني كي نكون أنا خايف ونرجع الله ونعمل في نفس الوقت مش الخوف أنه باش يحتملي ما نعملش بالعكس الخوف هو الذي يقربوني من الله والخوف من الله عز وجل هو الذي يعني يدفعني دفعا إلى الله يدفعني باش منتعداش على حرمة الناس مناخذش أموال الناس مناخذش إمتاع الناس منظلوم الشاري منرميش الخبز اللي ناكله اللوحه في الطريق يعلمني الأخلاق والمبادئ في الطرقات في المعاملات هذا هوش معناه هونية تولي تخاف وتخشى الله عز وجل في يعني في علياء وعظمة الله في قلبك جل في علاء الخوف ميزة معناها الميزة والخوف عبادة قلبية إذا كان أحنا نستعملوها في مكانها صحيح يعطيك الصحة خالد ناديا أعطيكم صحة نسل كل ما شاء الله معناها نقوله أحنا يسر في الإطار هذية أنا كل عادة باش نبدأ بكلمة فما خوف وفما خوف والخوف فيه جدل الخوف اللي يكبل ويحسس بالعجز والشلل والخوف اللي يحفز ويعطي الأمل الخوف اللي يخلينا نخافه مذل والخوف اللي يولي تحدي وعمل الخوف كي تحتويه يخرجك من الملل يخليك في المواقف بطل ومع دوزة جرأة تلقى كان الحل وكي الخوف يولي محبة المر يولي عسل والدنيا والعيشة تولي فل فل يعطيك صحة دونك اللي نحب ونقوله لهنين نس ونعقب على كلام لخيين الكل هو راهو الخوف أنواع ثم الخوف اللي هو مرضي واللي هو اليوم مش موضوعنا يولي حتى فوبيا ما انت عبيد تخاف من الطيارة تخاف من الأسانسور تخاف من الموت تخاف واللي هذيك الحقيقة عنده مجاله ومجاله علاجي وعنده مختصي نتعوه وهذيك اليوم حتى معناها طريقة العلاج التطور حتى نسميها احنا معنتها بالمجال المعرفي وحتى اليوم بالمجال متع تقنيات التخاذ دي اليوم فما وسائل باش نعالجه الفوبيا دونك هو مرضي اللي هو يتطلب علاج ثم الخوف اللي هو باش يكون المكبل ويعطي شلل واللي هو ينجم نقول ساعة نقوله الخوف العادي الخوف العادي اللي هو باش يقينا من الأخطاء متى إنسان يقول لنا من منتيحش في حفرة خطر نخاف لنموت دونك هذيك يقينا نخاف من الصيد نخاف هذيك حاجة عادية وفي غالب الأوقات الخوف هذيك هو حاجة عادية بالعكس وقتيش يولي عقق وقتلي فما إفرات وقتلي يولي شلل وقتلي يخلينا مثلا اينا باش نمشي نعدي امتحان نخاف باش نعدي نضيع على روحي فرصة باش نعمل مشروع نخاف باش نتكلم نخاف باش ناخذ قرارات نخاف معناها هذيك يولي يعني يخلينا يعطرنا ويخلينا في شلل ذهني وشلل معناها عملي نادية ولكن شنو السباب بتاع الخوف السباب يعطيك صحة مريم هو شو فما حالة ثم أسباب تعوق وثم أسباب حرص مثلا كيما قال سي جلال قبل حرص حضرت راهوا فما أكبر عباد وأكبر أسامي والحقيقة مستحضرش الأسامي متاحهم أما نحكي في المجال الرياضي في المجال الفني في المجال السياسي عباد كي تطلع تبدأ عندها الخوف فمشكون حتى يوصل سمحني في الكلمة متى يرجع معناها بشي تفرهد ثم اللي تصير له التمزق يعني هذيك أي فما خوف نحن نسميه خوف درجة نعم الرهبة الرهبة المؤقتة هو هذيك مثلا واحدة بشيعة يعمل هو هذيك يدون لحظات به واللي هو راهوا به وفيه نشوفهم بعض الحلول كيفيش نتجاوزو هذي أسباب شنو أسباب شنية أسباب إنسان يقيم وضعية وإلا تلقاها عاش تجارب وإلا عاش تجارب مثلا نفشل دون كي ولي خاف بشي عاود نفس التجربة وإلا الموحي تنتعو يهول الأمور يقول له باك 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 لين معنيها هو سيء ولا سوت ناص ولا كذي دون كي ولي أك الضغط ذيك الاجتماعي يعطيه نوع من الإدراك الإدراك هو بشي قيم الوضعية كي ما قال هو بحالة شعورية تخليه في العجز ثم كيف كيف التربية ساعة أحنا كي ما قال ما تنخاف من العقاب أحنا برشة تقرينا بالخوف تربينا بالخوف نقراه ونجحنا نجحنا معنيها بالعقاب بالخوف وطلعنا نخافه من المعلم واللي في حالات نقول أنا صحيح نجحنا حتى ربي نخافه منه ولكن اليوم قاتوا نشوفه إذا كان أحنا هالخوف هذي نبدله بمحبة مثلا أنا نخاف نخاف سيفلين يجي مخ ولي نقول أنا نحب سيفلين يجي بكري عليش على خاطر كطاقة الخوف هذيك تسكننا وعجبتني العبارة متاع سيخالد وقت لي قال منزل الخوف هو ولي دار نسكنو فيه ويسكننا وإذا كان أحنا نحب نتجاوزوه بش ناخذو خطوة جرأة ونقلو من الدارة ذيك أما تاو نشوف زيدة في الحلول برشة تحذير دونك اللي بش تخلينا نتجاوزو الخوف هذيك كل سواكي بش ناخذو قرارات وإلا بش نتكلمو وإلا بش نعديو ولا بش نعديو امتيحان المهم أنه هو ثم خوف قلنا فيزيولوجي اللي هو بش يحمينا نخاف معناها مصيد معناها نخاف وفما الخوف اللي هو الاجتماعي اللي هو يأمت ربينا به دونك نوليو نخاف من كل شي حتى من قطوسة إيجا قبل نذكر إحنا إيجا دو الدم لو جعلها شنية دو الدم ما تشوفش ناديا وأنه وأنه الخوف زدنابع من عدم الثقة بالنفس معناها الإنسان اللي يخاف إنسان عنده نوع من اهتزاز في الثقة هو صحيح هو مبعد مش نحكيه هو ريت الخوف وهذا الكل سمحني ناديا خلن كما نسألك سؤال ربيوك على الخوف على الظلام تخاف منه على الصغير بيش يمشي تاو نشوفو صغير بعض ساعات بيش يمشي حل الظو معناها ولا من جا مش يدخل البقعة ظلمة وجينا ولا لي هو الصغير بيش يدخلوه يقرأ بالسيف معناها يبكي ليه يخليوه ملنجموش يحكيوه معاه هذا الكل يزعزعلو ثيقته في روحه هذا هو احنا اهم حاجة طوى الانواع الخوف اللي احنا شوفني هذوكم اي اهم خوف من الترقول وخاصة طوى قولنا احنا ببريود متاع امتحانات هو الخوف الاجتماعي هو الخوف اللي احنا تربينا به وخلينا نخاف وممتحانات ولا نخاف من قرارات بيش ناخذوهم دونك هذي صحيح انتي قلت حاجة مهمة الخوف هي حالة مبعد بحاجات فيزيولوجية حتى في الهرمونات يولي يعطينا خلل وحنا بيش نحكيه على نوسيون مهمة نسميها الكوانيميت الكوانيميت هذي يحكى عليها الشيخ شخص يتسمى ماركو غيل اللي هو الخلل عدم التوازن بين الفكر متاعي وبين التوازن اللي بتاع اللي بدلنا متاعي وبين الروح متاعي يخليني انا غير متوازن وهذاك عليش يخليني انا نقف ما نعملش خطوة ما نصدمش دونك احنا صحيح العلاج بيش يكون وهذا يضرب اوتوماتيك مو ثيقة معتن وليو احنا ما عادش عنا ثيقة في الوح وهني والحمد لله فما حلول بتونشوفهم بعد وانسان اذا كان ثيقته معناها مهتزة اكيد بيش يكون انسان مينجمش يكون انسان responsable سينجم يعمل على روحه وانسان تنجم يتعمل عليه هذي كل تبع ثيقة انتي قلت حاجة مهمة برشا اللي هي responsable اللي هي المسؤولية خطر الخوف عادة هو بناء سيناريو مش موجود مش موجود هو السيناريو في مخنق دونك الحل بيش يكون من مخنق اول حاجة اني اينا نتحمل مسؤولية هال معنية هال نقول اينا مسؤول مزيل مسارش يخايف ومزيل مسارش لامتحان دونك نسميهم اينا لبان لبان هما لبان اوتوماتيك نيغاتيف انويسان وستخيسان احدي تيح بان دونك البان هذي احنا نحنا فكرة نعملوها واللي هي قلنا شوفنا عاد جاية مناش خوفونا العبيد التربية احنا نهولوا في الامور دونك هذي اول خطوة اني اينا الساعة نحتوي الخوف بالمسؤولية نقول اينا مسؤول على الافكار هذي توقف كيف نتجاوز وهنا نتنشوف في الحلول يعطيك الصحة نادية نخرج مع قسم الاخبار وبعد نرجع لنقاش